النشاط عندي بادئ بيقول إيه؟ اقرأ النموذج ثم أجب عن الأسئلة اقرأ النموذج ثم أجب عن الأسئلة وجايب لي نموذج لسيرة ذاتية بعنوان يوم لا ينسى بيقول إيه؟ أنا اسمي سمير ولدت عام 2012 ميلاديا في قرية من قرى مصر كان يوم ميلادي يوما مميزا حيث كنت أول حفيد بالعائلتين فكان في انتظاري العمات والخالات وجدي وجدتي أيضا بعد أبي وأمي أقام أبي وأمي وليمة كبيرة يعني طعام دعوا فيها الأقرباء والأصدقاء كلهم وحين تصفحت صوري في ذلك اليوم علمت أن أحبابي كثيرون بعد كده بينتقل الجزائي الثاني بيقول إيه؟ ذهبت إلى الحضانة ومن بعدها إلى المدرسة وقد كنت متفوقا وكرمتني المدرسة عدة مرات كنت يوميا بعد أداء واجباتي أذهب إلى الحق لأساعد أبي في جمع المحصول ورعاية حيواناتنا هناك يوم بينتقل لجزئية تانية وركز معايا بقولي هناك يوم أتذكره جيدا وأنا عمري ست سنوات فقد ذهبت لجمع البيض لكنني نسيت الباب مفتوحا فهربت الدجاجات والكتاكيت من الحضيرة مسرعة وهي تصيح منقنقة بصوت عالي فسمع أفراد الأسرة الصوت فجاءوا مهرولين لمحاولة الإمساك بها واستمرت المحاولات حتى غروب الشمس كان يوما مبهجا حيث كثرت الضحكات في أثناء عملية الإمساك بها لذا فقد كان يوما لا ينسى من بعد ذلك اليوم تمنيت أن أصبح طبيبا بيطريا لأهتم بالحيوانات وأرعاها وأدويها وأحلم ببناء مستشفى صغيرة مستشفى صغيرة بقريتنا لأرعى الحيوانات كلها فهذا يا حلمي وسأعمل بجد واجتهاد لأحققه بعد قرأتنا للسيرة الذاتية جيدا ننظر جيدا إلى الأسئلة الموجودة أسفل هذه السيرة ونبدأ بالسؤال الأول اللي بيقول لي من كاتب هذه السيرة الذاتية لو رجعنا كده الأول السيرة بيقول إيه أنا اسمي أحسنتم سمير إذن كاتب هذه السيرة هو سمير طيب رقم اتنين بيقول لي اختر عنوانا لكل فقرة من العناوين التالية جايب لي أربع عنوان كل عنوان فيهم لفقرة فبيقول لي نكتب كل عنوان لأني فقرة فيهم عنوان بيقول لي رحلاتي للدراسية حلمي في المستقبل من أنا يوم لا ينسى طيب تعالوا نشوف مع بعض كده أول حاجة بيقول لي رقم ألف اللي هي أول فقرة بيعرفني بنفسه سمير اتولد سنة كام ولما تولد كانت العائلتين في انتظاره إذن ده بيعرفنا بنفسه فممكن نقول أحسنتم هناخد ثلاث اختيار اللي هو من أنا وده مناسب لأول فقرة عندنا لا الفقرة دي بعد كده بيقول إيه ذهبت إلى الحضانة ومن بعدها للمدرسة وقد كنت متفوقا واتكرم أكتر من مرة إذن بيتكلم عن رحلته الدراسية إذن رقم أو الفقرة التانية بيتكلم فيها عن رحلتي الدراسية ده عنوان مناسب لهذه الفقرة نشوف الفقرة التالتة بيقول إيه هناك يوم أتذكره جيدا وأنا عمري ست سنوات لما ذهب لجمع البيض لكنه نسيا باب الحضير أو باب خلاص المكان الموجود به الطيور مفتوحا وخرجت الدجاجات والكتاكيت إلى آخر الجزء ده ممكن نحط له عنوان إيه أحسنتم اللي هو يوم لا ينسى اليوم ده ما بقدرش أنساه لما كان عندي ست سنوات عندما ترك باب المكان الذي تعيش فيه الطيور مفتوحا آخر حاجة بيقول تمنيته أن أصبح في آخر جزء عندي طبيبا بيطريا لأهتم بالحيوانات طبعا العنوان المناسب اللي هو حلمه في المستقبل لأنه كان في الوقت ده عنده حوالي ست سنوات وبيقول أنه حلمه في المستقبل أنه يبقى طبيب بيطري للسؤال الرقم ثلاثة اللي بيقول لي في السيرة الزاتية سيرة زاتية بيكتبها الشخص عن نفسه دي اسمها سيرة زاتية يتحدث كاتبها بضمير المتكلم ولا المخاطب ولا الغائب لو بصنا في السيرة الزاتية اللي احنا قرأناها منذ قليل هنلاقي بيقول إيه أنا اسمي سمير أنا إذا بيستخدم ضمائر المتكلم تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا بلس مدرستنا المستقبل يبدأ الآن